إلى ذلك اطلع المحافظ بماضي على الاحتياجات العاجلة للوحدات السكنية بمنطقة بويش بمدرية المكلة واستمع المحافظ من رئيس بعيان الحي إلى شكوى أهالي منطقة بويش من طفح المجاري والحاجة إلى مشروع للصرف الصحي إلى جانب تشغيل المركز الصحي على فترتين وبعض الاحتياجات في مجال التعليم والحفاظ على المصالح العامة ووجه المحافظ بسرعة معالجة طفح المجاري ودراسة مشروع للمنطقة للصرف الصحي وتشغيل المركز الصحي على فترتين لخدمة الاحالي مشهدا بدور الاحالي في الحفاظ على المصالح العامة ومشددا على جميع أبناء المحافظة عدم التفريط في المصالح العامة والحفاظ عليها لإقامة متنفسات لهم ومشاريع تخدم منطقتهم